ما من نبي جاء إلا جاء بالإيمان باليوم الآخر وياللي ما بيصدق أنه في يوم آخر الله قال قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله أنك ستلاقي ربك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا النار وينظر أشأم منه فلا يرى إلا النار وينظر قدامه فلا يرى إلا النار فاتقوا النار ولو بشق تمره يجتهدوا بالأعمال الصالحات لو كانت صغيرة من صلاة من صوم من بر والدين من إحسان إلى الخلق من ذكر من أمر بالمعروف من نهي عن المنكر حتى ننجو بين يدي الله تعالى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبسط للعبد تسعة وتسعون سجلا كل سجل مد بصره تعرفون السجلات تبع الأصر العدلي بس بالآخرى السجل هيك مد البصر يقول الله تعالى يا عبدي ظلمتك ملائكتي شيئا في شيء مكتوب هون مو صح؟ يقول لا يا رب مصبوك والله أنا عامل كل هدون فيا أخوان اشتهدوا في الإقبال على الله في التوبة في الاستغفار أنتم تشاهدون مرات كل شيء أسبوعين ثلاثة في أخ ببعت ورقة أنه في أخ كان يحضر معنا توفاه الله تعالى في أخت كانت تحضر معنا توفاه الله تعالى وفي يوم الأيام ستأتون يقولون لكم أن قد مات الشيخ سيكون هذا سيكون مئة بالمئة مو تسعة وتسعين الله هكذا وعدنا فتعوا يا أخوان أنا وياكم كل واحد يشدهمت حتى تكون صحائفك مليئة بما يبيض وجهك أمام حضرة الله وآمام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا نادوا على الحسرة يا حسرتنا تعالي تعالي يحق لنا أن نتحسر يا حسرتنا على ما فرطنا فيها يعني على ما قصرنا في الحياة الدنيا أصل الفرط التقدم أنا فرطكم على الحوض يعني أنا متقدم وسابق لكم على الحوض وفرط إذا قدم التقصير يا حسرتنا على ما فرطنا فيها يعني على ما قدمنا من التقصير في الحياة الدنيا بدل ما نقدم من الاجتهاد قدمنا من التقصير قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها دير بالك بكرة يوم لأيام تقول هالكلمة قال الله تعالى وهم يحملون أوزارهم إلا شوفوا هذه الصورة التي يرسمها الله تعالى يرسم صورة دابة أجلكم الله تحمل على ظهرها الأوزار الأثقال أثقال الذنوب والآثم وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم صوروا هيك دابة حاملة أثقال بس الدابة تصل إلى مكان تستريح تنزل الأحمال أما هؤلاء فتلحقهم أحمالهم إلى نار جهنم فلا يستريحون منها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم من خالف أوامر الله من أذنب في حق الله وما أراد أن يتوب من لم يؤمن بلقاء الله تعالى وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزيرون إنما حملوه من الآثام أسوأ حمل يحمله مخلوق ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا